موسيقى رئيس الجمهورية يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الاليزي بباريس واللقاء يتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصادقين وزير الدفاع الوطني يشرف بمقر الكلية الوطنية للقيادة والأركان في نواكشوت على حفل تخرج الدفعة السابعة عشر من دورة الأركان موسيقى التلفزة الموريتانية تنظم حفلا لتوزيع جوائز المسابقات الرمضانية بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومدير مؤسسات الإعلام العمومي وبعض الشخصيات الإعلامية موسيقى أهلا بكم مشاهدين في مسائية الجمعة من قناة الموريتانية التقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب سيد محمد والشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الإفريقي اليوم بقصر الإليزي في باريس فخامة الرئيس الفرنسي سيد أيمانويل ماكرون ويأتي هذا اللقاء الذي شكل فرصة لبحث مجالات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على همش انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 وكان فخامة رئيس الجمهورية قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 الذي تصدفها قرية اللاعبين في منطقة سيندونيز شمال العاصمة الفرنسية باريس كما التقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المتخب سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الافريقي اليوم بقصر الاليزي في باريس العديد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس وفي هذا السياق التقى رئيس الجمهورية الرئيس السنغالية سيد باسيرو جومايفاي ورئيس المرحلة الانتقادية في جمهورية الجابون رئيس الدولة الجنرال بريس أوليغي عنجيما والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريج ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ترجمة نانسي قنقر صادقة الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين بلادنا والمملكة العربية السعودية مثل الحكومة في هذه الجلسة العلنية وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة قصصت هذه الجلسة العلنية للجمعية الوطنية برئاسة النائب أحمد محمد محفوظ مبالا النائب الثاني لرئيس الجمعية لنقاش مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقعات بتاريخ التاسع نوفمبر 2023 بالرياض السادة النواب أجمعوا في مداخلاتهم واستشكالاتهم على أهمية الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون بين بلادنا والمملكة العربية السعودية باعتبارها تشكل فرصة لدفع العلاقات بين الدولتين لآفاق أرحب في ظل خصوصية الوشائج التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وطلب النواب الحكومة بمواكبة الاتفاقية لضمان استقطاب المستثمرين السعوديين ووضع المستثمرين الموريتانيين داخل السعودية في ظروف أفضل والمحافظة على سمعة البلد ودعوة الوزارة للتسريع وطيرة النموي لخلق فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر وتطرق لمعوقات الاستثمار في بلادنا والمطالبة بتذليل كافة الصعوبات وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط البناهي وزير الاقتصاد والتنمية لمستدام وكالة بين أهداف مشروع القانون مؤكدا أن الاتفاقية تهديف إلى تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية حيث تتضمن المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية وكذا تعويض خسائر التحويلات وتسوية النزاعات مبينا أنه من هذا المنطلق يترتب على كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وضع التسهيلات الضرورية للقيام بالاستثمارات لصالح المستثميرين من البلدين وأبرز الوزير أن هذه الاتفاقية ينتظر منها زيادة تدفق الاستثمارات السعودية ما سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة ويساهم في تخفيض نسبة البطالة وفي نهاية هذه الجلسة العلنية صدق السادة النواب على مشروع القانون المذكور أشرف وزير الدفاع الوطني اليوم بمقر الكلية الوطنية للقيادة والأركان في نواكشوت على حفل تخرج الدفعة السابعة عشر من دورة الأركان وتضم الدفعة سبعة وثمانين ضبطا من مختلف انقطاعات العسكرية بشهادتي أركان ماستر واحدة في الدفاع والأمن الكلية الوطنية للقيادة والأركان والتي رأت النورة في العام 2007 أصبحت قطبا تكوينيا يتوافد إليه الضباط من الأقطار العربية والإفريقية اليوم تحتفل بتخريج دفعتها السابعة عشرة تحت إشراف وزير الدفاع الوطني حنان ورسيلي رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيانج مامادو وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار البلو الشعباء داخل المدرج الكبير وزيح ستار عن ثمرة عام دراسي حصل فيه 87 ضابطا من مختلف القطاعات والتخصصات العسكرية على شهادتي الأركان والماستر في الدفاع والأمن وتكونت الدفعة من 61 ضابطا موريتانيا و16 ضابطا من المملكة العربية السعودية و6 ضباط من جمهورية اليمن وضابط من جمهورية مالي وآخر من جمهورية السنغال ومثله من جمهورية الساحل العاج في حدث مثل مصدر اعتزاز لقواتنا المسلحة إن هذا الحدث الهام اليوم المتمثل في تخرج سعود 8 ضابطا من مختلف القطاعات والتخصصات العسكرية وهم يحملون شهادتي الأركان والماستر في الدفاع والأمن ليشكلوا استمرارا لهذا النهج الذي سيؤمنوا اهتياجات موسط العسكرية ويوفروا اكتفاء ذاتي من الكفاءات البشرية المسلحة لمهارات تخطيط والعملياتي وغيالات الوحدة العسكرية ووحدات العسكرية على المستوى التكتيكي لقد جسدت الكلية الوطاية الأركان بفضل نجاح تجربتها ثقة شور كائنا العسكريين في مظمومة التكوينية حيث باتت مقصدا للضباط المتدربين من دول الجوار الإقليمي والعربي أيها الضباط الخريجون لقد حصلتم على معالف ومهارات العسكرية وأكاديمية لا شك أنكم ستحتاجونها عندما تواجهون استحقاقات القدمة تسلح الضباط الخريجون بمعارف ومهارات عسكرية وأكاديمية اكتسبوها داخل الكلية ستعود عليهم بالنفع الوفير خلال مسيرتهم المهنية إن النشاطات الكلية تمفصلت هذه السنة إلى محاورة ثلاث التكوين تعزيز التعاون وتعزيز البناء التحتية فعلى مستوى التكوين العسكري تم التركيز على التعليم العملياتي وتقنيات التحرير والإلقاء وغيرها أما فيما يخص التعليم الأكاديمي فقد قدمت مجموعة من الأساتذة الجامعيين محاضرات في مجال القانون والاقتصاد والتاريخ العسكري وغيرها ستمكن الخريجين من الحصول على إفادة ماستر واحد في العلاقات الدولية الدفاع والأمن وبات الطلب على التكوين في هذا الصرح العلمي العسكري في تزايد من الدول الشقيقة والصديقة للحصول على مقاعد دراسية وهما يدل على الثقة التي تمنحها تلك الدول لبلادنا ولجيشنا الوطني لقد بدلت الكلية الوطنية للقيادة والأركان جهودا مشكورة لتمكيننا من الحصول على أهل درجات التكوين المطلوبة حيث تم اتباع الآليات وتدريل الصعوبات لجعلنا على نفس المستوى مع زملائنا مريتانيين وفعلا تمكننا من اكتساب المعارف والتقنيات اللازمة لأداء أدوارنا كضباط أركان في المهام المشتركة ذات الطابع متعدد الجنسيات وتقدم الكلية تكوينا عسكريا عاليا يضمن الحصول على قادة عسكريين قادرين على التخطيط الاستراتيجي الفعال ها نحن نعيش بحمد الله وفضله أفراح يوم نقطف فيه ذمار سنة من الجد والمذابرة بعد عام دراسي تميز بتحصيل المعارف والمهارات العسكرية والتقنيات اللازمة للضباط الأركان مدفوعا بإرادة قوية ورقابة صارمة ومتابعة حديثة من طرف قيادة الكلية خلال الحفل قدم وزير الدفاع الوطني شهادات الأركان للمتفوقين من الدفعة السابعة عشرة والأول من دورة الأركان الخاصة كما حصل المتدربون من الدول الشقيقة والصديقة على شهادات عليا تتويجا لمجهود عام دراسي مذمر بدوره قدم قائد الأركان العامة لجيوش تكريما لمتصدر الدفعة النقيب سيد محمد أحمد جيد وللبحث العلمي مكانة خاصة في مناهج الكلية ثلاثة بحوث مميزة كرم أصحابها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي يأتي الدور على المكونين وهم من خيرة الضباط السابقين وأساتذة التعليم العالي كرموا من طرف القائد العام للكلية الوطنية للقيادة والأركان على جهودهم في تكوين الضباط هو إنجاز دونه وزير الدفاع الوطني في سجل الكلية الوطنية للقيادة والأركان والتي أصبحت صرحا أكاديميا في المنطقة العربية والإفريقية تشد إليه الرحال ويؤرشف التكوين فيه كتاريخ لكل من مر من هنا نظمت التلفزة الموريتانية ليلة البارحة حفلا لتوزيع جوائز المسابقات الرمضانية التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك حضر الحفلة عدد من أعضاء الحكومة ومدير مؤسسات الإعلام العمومي وبعض الشخصيات الإعلامية بحضور رسمي ومن رؤساء هيئات عليا ومدراء مؤسسات الإعلام العمومي السلطات الإدارية بولايات وقشط الغربية ومن دراء سابقين لقناة الموريتانية فضلا عن مدعوين آخرين ضموا علماء ومشاركين من لجان التحكيم يأتي هذا الحفل المخصص لتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية التي نظمتها قناة الموريتانية تشجيعا للإبداع وإحياء لشهر رمضان المبارك إن مثابرة تباقة قنوات التلفزة الموريتانية باستمرار على إحياء وترقية وتذمين وصيانة هذه الهوية يعد ترجمة واضحة للتطور المشهود لمساطرها البرامجية الرمضانية شكلا ومضمونا وفي قدرتها على تكريف الخطاب الإعلامي المعاصر مع رسالتها التقليدية ومهامها المهنية التي تملي عليها أن تكون عكاسا وصدا وفييا للمزاج لإسلامي الموريتاني في اعتذاله ووسطيته وانفتاحه وفي قدرته على التأقل مع نوازل العصر دون إفراط أو تفريض وما الحضور المميز للمنهج المحضري الشنقيطي الأصيل في برامج باقة قنوات التلفزة الموريتانية إلا دليلاً بيناً على أنها تشكل منبراً يليق بالمهمة كما أن حرصنا على الحضور للإشراف على حفل تسليم جوائز المسابقات التلفزونية الرمضانية للعام ٢٣٤ ٤٤٥ لمستحقها من حضرة كتاب الله تعالى وطلاب العلم والشعراء والمثقفين نشكل دليلاً آخر على ما توليه الدولة الموريتانية بكل مفاصلها وقطاعاتها العمومية للشأن العلمي ولتشجيع طلاب العلم والرواد سوحه ومنابره المديرة العامة لقناة الموريتانية تحدثت بدورها عن مواضيع المسابقة وما شهدته من تطور في المحتوى والشكل الجوائز التي ستوزع هذا المساء ستكون من نصيب الفائزين في عدة مسابقات نظمتها التلفز الموريتانية طيلة شهر رمضان المبارك شملت عدة ميادين وبثت على قنوات مختلفة من باقة الموريتانية وهذه المسابقات هي مسابقة القرآن الكريم على القناة الثانية مسابقة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم على القناة الأولى سباق المحضرة على القناة الثانية مسابقة أفلال لغنة على القناة الثقافية آل الموريتانية على القناة الأولى وقد بلغ عدد هذه الجوائز المستحقة 17 جائزة بالإضافة إلى جوائز تشجيعية عديدة حصل عليها بعض المتسابقين كما تم تنظيم مسابقات يومية طيلة شهر رمضان المبارك حصل الفائثون فيها على جوائز قيمة وقد شهد الحفل الحديث عن مؤلف أصدرته قناة الموريتانية وكلمة للجنة تحكيم المسابقة نظمة التلفزة في الأشهر الماضية أياماً تفكيرية بعنوان التحديات التنموية والسياسية ماذا نريد من التلفزة الموريتانية طبعاً هذه الأيام كان الهدف منها هو الاستماع إلى الأراء المختلفة دعي لهذه الأيام مختلف الفرقاء سواء فرقاء سياسيين سواء الإسان سواء المثقفين الصحفيين لا غير ذلك واستمع لأرائهم على مدى يومين أخذت التلفزة من كل هذه الأراءة قدمها صحفيون أصحاب خبرة وقدمها أيضاً بعض المثقفين جمعت هذه الأوراق كلها وأصدرت فيها هذا الكتاب الذي وزع عليكم الآن هناك تنويهان سأكون حريصاً على تقديمهما الأول لقناة الموريتانية على جهودها الجبارة وعملها الدؤوب خدمة للفعل العلمي والثقافي والذني وخصوصاً في شهر رمضان الكريم التنويه الثاني للمكرمين الذين هم يستحقون هذا التكريم بفعل المجهود الكبير الذي قدموه في هذه السياقات المذكورة آنفاً وتابع الحضور في المين وثائقيين أولهما عن المصطرة الرمضانية وثانهما عن التطور الذي شهدته القناة واختتم الحفل بأخذ الصورة التذكارية جمعت الحضور الرسمية والفائزين في المسابقة انطلقت صباح اليوم بمدينة تجكجا فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور بمشاركة واسعة من مختلف الروابط الوطنية والدولية المنتجة للتمور يهدف هذا المهرجان إلى إحياء ثقافة الاهتمام بالنخيل ومنتجاته والرفع من جودة المنتوج وتنوعه والحفاظ عليه كانت مدينة تجكجا على موعد مع انطلاقه فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الدولي التمور الذي شهد في نسخته الحالية مشاركة معتبرة لعدد كبير من ممثل الروابط الوطنية والدولية المهتمة بزراعة النخيل المهرجان الذي أشرف على انطلاق فعالياته الرسمية وزير الزراعة رفقته ولتقان تطيب المحمد محمود إضافة إلى حضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في بلادنا كالسفير دولة الإمارات العربية المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصية الدولية والوطنية المدعوة على الرغم من هشاشة الأنظمة البيئية للوحا فقد شكلت زراعة النخيل محورا هاما في الأنظمة الزراعية الموريتانية ولعبت دورا بارزا في تحقيق الأمن القيائي وتوفير سبول العيش الكريم للسكان مناطق الوحا وتقدر مساحة الوحا في بلادنا بـ 12 ألف هكتار تضم مليونين وستمائة نخلة موزعة بين ولايات أدراء وتقام والأصابة والحوضة ومناطق أخرى بإنتاج سنوي يناهز 24 ألف طن من التمو أيها السادة أيها السيدات لا يخفى عليكم ما تحرى به زراعة من أهمية في بلادنا حيث تحتل مكانة متقدمة في سلم أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزوان ضمن خطات وطنية متكاملة لبناء مجتمع متحضر ينعم بالسلم والأمن والوحدة والاستقرار بدوره الشكر رئيس جهة تقاند الدولة على العناء الخاصة التي تولها لقطاع الوحاة خاصة في تقاند لقد تأسست مدينتنا وانتظمت حياتها حول واحة نخيل جاد علينا بهواء جمة من غذاء وعلاج ودواء ذكرها القرآن الكريم بأحسن ذكر إن لتقاند عامة ولعاصبة ولايتها خاصة علاقة وطيدة مع النخيل مع التمر وهو ما جعل احتضان تيجججا لهذه النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية حدثا له دلالة عميقة بالنسبة للساكلين عمدته بلدية تيجججا بيّن في كلمته الأهم القصوى التي تحتلو التنمية الوحاة في تيجججا معتبرا أن هذا المهرجان يمثل فرصة لتصلت الضوء على جهود المسارعين في البلدية وإبراز جودة منتجهم ويقام هذا المهرجان من قبل وزارة الزراعة بتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ضمن شراكات استراتيجية بين البلدين تسعى لترقية اقتصاد النخيل والرفع من قيمته التنموية يأتي تظيم النسخة الثالثة من محرجان الدولي للتمر المرتالية تأكيدا بعلق الروابط الصناعية بين البلدين والذي يهدف لأستغلال البوارد الطبيعي بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة فعالية اليوم الأول شهدت افتتاح المعرض الكبير المقام على هامش المهرجة من قبل وزير الزراعة داخل المعرض الذي عرضت في مختلف قاعاته كميات كبيرة من أنواع التمر المحلية والخارجية من مختلف الهيئات والروابط الواحاتي الوطنية والدولية عكس هذا المعرض تنوع وجودة الانتاج الوطني من التمر المحلية إن تنظيم هذا المهرجان في دورته الثالثة يأتي بعد النجاحات المتواصلة التي حققتها الجائزة في تنظيم سلسلة من مهرجانات التمر الدولية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة حيث شهدت جمهورية مصر العربية سبع دورات خمس دورات في المملكة الأردنية الهاشمية أربع دورات في جمهورية السودان دورتين في المكسيك دورة واحدة في الجمهورية الإسلامية الباكستانية واليوم تتشرف الأمانة العامة للجائزة لاحتفال بإطلاق الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور الموريطانية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة الموريطانية كما أقيم أيضا ضمن فقرة المهرجان معرض للصناعة التقليدية شاركت فيه مختلف التعاونيات المحلية وتم خلاله عرض أصناف عديدة من منتج الوطني من مختلف المقتنيات التراثية والتقليدية وقد اختتمت فعاليات اليوم الأول بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات المقامة في مجال جودة المنتج الوحة إضافة إلى تكريم الشخصيات الفاعلة في مجال زراعة النخيل على المستوى الوطني الحسن الدباب الموريتانية مدينة تجججا وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نصدف لكم من مدينة تجججا ما السؤول المكونة الزراعية في مشروع تطوري وتنمية الوحاة الحضرامي والسيد محمد مرحبا بكم ضيفنا الكريم بداية ما الجديد الذي تحمله النسخة أهلا بك ما الجديد الذي تحمله النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور شكرا للموريتانية على هذه السانحة كما هو معلومة هذه الدورة الثالثة من المهرجان التمور الموريتانية الذي يتم تنظيمه بالاشتراكة بين وزارة الزراعة الموريتانية وجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي وهذه المهرجان طبعا فرصة لتذمين المنتوج الوطني عن طريقة إبراز ذراء وتنوع المنتوج الوطني مادة التمر وعن طريق الاحتكاك بالمهتمين بالنخيل في مختلف أنواعها في مختلف أنحانحها العالم وكذلك يظهر المهرجان برصة لإبراز ما وصلت إليه جهود القطاع الغطاع في تنمية هذه الشعبة الشعبة التمور هل هناك أهداف إضافية يسعى الغطاع إلى تحقيقها من خلال هذا المهرجان؟ كما ذكرت المهرجان برصة لإبراز وتنوع المنتوج الوطني مادة التمر وفرصة لإحتكاك مع المهتمين بالنخيل في مختلف أنحاء العالم وفرصة أيضا للتنافس الإيجابي بين المزارعين والمنتجين للنخيل على المستوى الوطني من خلال الجوائز التي يتم منحها حيث اشتركت في هذه النسخة سبع دول أجنبية من جمهورية مصر العربية ومن المغرب ومن السودان ومن الأردن ومن طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دولة المكسيك وكما ذكرت المهرجان برصة برصة لإظهار ما وصلت إليه جهود القطاع جهود القطاع لترقية هذه الشعبة كما هو معروف وزارة الزراعة تبنت استراتيجية متكاملة في إطار طبعا برنامج فقامة رئيس الجمهورية للحد من الفقر وتحسين غروف السكان في مناطق الواحات حيث تعتبر زراعة النخيل والزراعة تحت النخيل المصدر الأساسي المصدر الأساسي والمورد الأساسي في هذه المناطق تبنى القطاع سياسة متكاملة متكاملة لتنمية هذه الشعبة وتنمية الواحات حيث من المعروف أن المعضل حضراني السيد محمد مسؤول المكونة الزراعية في مشروع تطوير تنمية الواحات شكرا جزيلا ونبقى في ولاية تكانت حيث انطلقت صباح اليوم في مدينة تجججا منافسات بطولة القيطن للرماية التقليدية وقد تميزت هذه البطولة بمشاركة أكثر من 51 فريقا يمثلون مختلفة ولايات الوطن بمشاركة أكثر من 500 رام موزعين على 52 فريق انطلقت منافسات بطولة القيطن للرماية التقليدية في تجججا بإشتراف وزير الزراعة ماما بايبات رفقة وليتقانت طيب المحمد محمود تنظم هذه التظاهرة من قبل اللجنة المؤقتة لتسير الرماية التقليدية بهدف المحافظة على هذه الرياضة الأصيلة التي تعكس جزءا كبيرا من ثقافة المجتمع وتراثه الناصح نبدأ معنا اليوم منافسات بطولة القيطن الرماية التقليدية نسخة 2024 المنظمة بالتزامن مع المهرجان الدولي للتمور في نسخته الثالثة وهي المرة الأولى التي تنظم فيها الرماية في مدينة تجججا وقد جاء تنظيم هذه نسخة استجابة لدعوة القائمين على المهرجان وحرصا من اللجنة من لجنة تسير الرماية التقليدية لخلق فضاءات وآفق جديدة للرماية عبر فتح شراكة دائمة بين المهرجان وبطولات الرماية التقليدية المنتخبون المحليون في مدينة تجججا ثمن اختيار الولايات لاحتضان هذه البطولة معتبرين أن ذلك يمثل اعتبارا لدورها الثقافي والتاريخي ويتوقع أن يتم توزيع جوائز قيمة في نهاية هذه البطولة على الفرق الفائزة فيها الحسن الدبابة الموريتارية مدينة تجججا إلى هذا الحد تنتهي الفقرة المخصصة للغات الإشكاء لشارة نشكر السلمون لحفظه الذي رفقنا فيما مضى من هذه المسائية نظمت الجمعية اللبنانية الدولية بنواكشوت مساء أمس حفلا لتخرج دفعة جديدة من الطلاب من مرحلتي الليسانس والماستر حضر فعاليات هذا الحفل القنصل اللبناني ببلادنا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي في البلد دفعة جديدة من طلاب الجامعة اللبنانية الدولية بنواكشوت من مختلف مراحل التعليم العالي الليسانس والماستر تنهي هاتين المرحلتين لتلج سوق العمل وتزوده بعلوم نظرية ومهارات تطبيقية استفاد منها الطلاب طيلة المرحلة الدراسية بسمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أشاطركم الليلة لهذا الجو متميز كنتميزكم كذلك في هذه الليلة أن أشاطركم أفراحة تخرج دفعة أربعة وعشرين وألفين هذه الجامعة التي تمثل في واقع الأمر قدوة في التعليم الخاص لبلادنا أتمنى للخريجين والخريجات مزيد من العطاء في ممارسة البحث العلمي والدراسات العالية وأتمنى لجامعتي مزيدا من العطاء من خلال المصادقة على الشعب التي تقدمت بها مؤخرا كي تكون متكاملة العطاءات أكثر من مئات خريج توجد دراستهم بتسلم شهادات تكريمية احتفاء بمجهودهم الذي بذلوا طيلة فترة التمدرس إلى جانب أولياء أمورهم الذين حضروا ليقاسموهم اللحظة فهناك مية وهلاها طالبا حصلوا على شهادة اللصاص وتسعة وربعين على المصر أي ما مجموعه مية واثنين وخمسين من بينهم ستة واثمانين بنت أي نسبة ستة وخمسين فاصل اثمانية وخمسين في المية وستة وستين من الذكور أي نسبة أهلاتها وربعين فاصل اثمانية وربعين وصبركم فرحة تعلو الوجوه بحصد ما أذمر من زرع الجد والاجتهاد على مدى الأعوام الدراسية ختامها كانت تنافس على إحراز المكانة اللائقة بكل طالب نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم في نواكشوت ورشة تكمنية حول التخطيط لتنمية وحماية الأطفال والفتيات ومحاربة زواج القصر تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المديرين الجهويين في مجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين أدائهم في هذا المجال من أجل تعزيز وتحسين قدرات المديرين الجهويين للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على حقوق الفئات الاجتماعية الهشة للنهوض بمستوى أداء الإدارات الجهوية يأتي تنظيم ورشة وطنية حول التخطيط لتنمية وحماية الأطفال وتمكين النساء بالتركيز على محاربة زواج القصر المنظمة من قبل وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية سيتابع المشاركون خلال هذه الورشة التي تدوم يومين جملة من العروض حول مختلف الإشكاليات خاصة العروض التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي المبني على حقوق الإنسان ومفهوم الإنصاف والعدالة الاجتماعية ومقاربة ترقية حقوق الفئات الهشة ومرامي أهداف الألفيذات الصلة سيتابعون أيضاً عروضاً من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص والإعاقة هذه المواضيع ستكون لها الأذر البارس في تحسين تدخلات قطاع العمل الاجتماعي على المستوى الجهوي ممثل منظمة الرؤية العالمية سار ماماد الحسين أكد أن هذه الورشة ستمكن دون شك من مواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأطفال وتحسين الإطار التشريعي لمكافحة زواج القصر من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال ضحايا الزواج المبكر موضحاً دور الإدارات الجهوية في تعزيز الحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوق الأطفال والنساء فعاليات الورشة شملت عرضاً حول المجالات المنطقية لتدخل وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرى بالإضافة إلى عرض إشكالات القطاع أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللمركزية أن مقايص المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطول كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو الآتي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومداخلات حول إسهام وسائل الإعلام في ترصيخ مفاهيم الديمقراطية في بلادنا تحت عنوان رئاسيات 2024 ودور الإعلام في ترصيخ القيم الديمقراطية انطلقت هذه الندوة والنظمة من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وسط حضور دفيف من الإعلاميين والصحابة الوطنية وقادة الرأي المتشار المكلف بالاتصال المؤسسي بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان استعرض لدى إشرافه على افتتاح الندوة دور وسائل الإعلام في ترصيخ الديمقراطية وهو ما عمل قطاعه على تعسيزه من خلال اتخاذ جملة من التدابير لدعم وسائل الإعلام نتطوير وسائل الإعلام يلعب دورا فعالا في الديمقراطية بشكل عام وخاصة في الخطابات الديمقراطية الفعالة وهذا ما أتركه القطاع الوصي وعمل جاهدا على إصدار المنمومة القانونية التي تمكن من دعم وسائل الإعلام الخاصة وتحديد هوية الصحابي لتمكين الإعلام من لعب دوره بكل مهنية واحترام وقد انعكس هذا المجهود في التقارير الدولية حيث تبوأت بلادنا المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والثالث والثلاثون دوليا وهو مجهود على الصحابة الموريتانية تعتز به وكذلك القطاع الوصي ونسعى معا للحفاظ على هذا المكسب وتحقيق مكاسب أكثر نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب المعلوم شكر في كلمته الترحيبية الحضور على تربية الدعوة ومبينا أهمية هذه الندوة في إبراز دور الإعلام في الدولة المدنية رئيس السلطة العليا للصحابة والسماعيات البصرية بدوره تطلق في كلمته لدور الصحفيين كالشركاء في المسار الانتخابي من خلال مواكبة الحدث ونقله بكل مهنية وحياد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من جانبه عبر عن سعادته بما تحقق من مكاسب الديمقراطية بفضل الشراكة التي فتحتها اللجنة مع الشركاء العلميين من أجل وضع منهج يضمن شفافية الانتخابات والابتعاد عن الأخبار الكاذبة الندوة أشفعت بمداخلات أصدر خلالها المشاركون جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز المسار الديمقراطي وقام الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي أمس ندوة علمية تحت عنوان نحو كتابة الأدب الشعبي الموريتاني حضرها لفيف من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في هذا السياق أكدت رئيسة الاتحاد خد منتشيخنا ضرورة تفكير الباحثين والأدباء بجدية من أجل الوصول إلى ألية لكتابة الأدب الشعبي الموريتاني مضيفة أن الاتحاد يسعى إلى تذليل الصعابة لإنجاز موسوعة للأدب الشعبي الموريتاني وقد طلبت المداخلات بضرورة كتابة الشعري باللغات الوطنية مشيدين باهتمام رئيس الجمهورية سيد محمد للشاه الغزواني بالأدب والثقافة والتراث الوطني نظمت هيئة الأعمال الإنسانية مساء أمس حفل اختتام الدورة التكوينية المنظمة لصالح عشرين ممثلا لمنظمات المجتمع المدني ضمن الشراكة القائمة بين الهيئة ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وبهذه المناسبة أكد رئيس هيئة الأعمال الإنسانية الشيخ المختار السالم أهمية هذا المشروع في دعم جهود الدولة الرامية إلى الحد من التصرب المدرسي لدى البنات وتكوينهن لولوج سوق العمل بدوره أكد ممثل منفوضية حقوق الإنسان محمد تقي الله عيبتنا دعم المفوضية لهذه الجهود إلى تكوين الفتيات وتطوير خبراتهن في مجال المعلومات نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا حفله السنوي لتكريم المتفوقين من جميع التخصصات بمؤسسات التعليم العالي للعام الجاري رئيس الاتحاد أكد أن هذا الحفل يأتي في إطار جهود اتحاد طلبة لتشجيع المتفوقين من الطلاب في مختلف التخصصات وقد اختتم الحفل بتقديم شهادات تكريمية للمتفوقين من الطلاب والآن ننتقل إلى نفذتنا الخاصة بالأنباء الدولية لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها استدرجوا أفراد قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجرهما فور نزولهم داخلهما في مخيم يبنى برفح كما أعلنت كتائب القسام عن قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول بمنطقة الزنى شرق مدينة خان يونس يأتي هذا في وقت تواصل القوات الإسرائيلية غصف إجزاء من القطاع مما أدى إلى استشهاد العشرات خلال الساعات الماضية في ضد الشبكات الضارية التي تخوضها المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف هجوم ضخم واسع النطاق شبكة القطارات السريعة بفرنسا مما أدى للضربات شديدة في حركة القطارات وجاء الهجوم على شكل حرائق متعمدة وضرمت بهدف الإضرار بمشاءات الخطوط السريعة وفق بيان لشركة السكك الحديدية أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية تعرضها ليلة الخميس الجمع إلى هجوم ضخم يهدف إلى شل شبكتها التي تشهد اضطرابا شديدا قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 وقالت الشركة إن العديد من العمال الخبيثة المتزامنة أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية موضحة أن حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار بمشاءات الخطوط السريعة وأشرت الشركة إلى أن فرقها موجودة في الميدان لإجراء التشخيص وبدء الإصلاحات لكن هذا الوضع يتوقع أن يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على لقل لإجراء الإصلاحات إن كابلات مشاقلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق وأن أعمال التخريب طالت زمان مئة ألف راكب وأن اضطرابات حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على لقل كما أكدت الشركة المشاقلة للقطارات بائقة السرعة أنه تم إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن وتحويل مسار رحلات أخرى من وإلى باريس بعد الأعمال التخريبية كما نصحت الركاب بعدم السفر اليوم من جهته قال وزير النقل الفرنسي إن الأعمال الخبيثة المنسقة استهدفت خطوط قطارات سريعة وستودي لتعطيل الحركة حتى لهاية الأسبوع بدوره قال رئيس الأسراء إن عمليات التخريب منسقة والعواقب على السكك الحديث يهائل وخطيرة مؤكدا أن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مستنفرة للعذور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم تحسبا لأي تهديد أمني قامت السلطات الفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك وثمانية عشر ألف جنديين فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها مائة وخمسين كيلومتر حول باريس من الساعة تسدي والنصف مساء حتى منتصف الليل نسائية انتهت تذكر بالعنوين رئيس الجمهورية يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزي في باريس واللقاء يتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصادقين مزير الدفاع الوطني يشرف بمقر الكلية الوطنية للقيادة والأركان في نواكشوت على حفل تخرج الدفعة السابعة عشر من دورة الأركان التربزة الموريتانية تنظم حفلا لتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومدير مؤسسات الإعلام العمومي وبعض الشخصيات الإعلامية أخبار الولايات بعد قليل مع الزميل محمد بلالة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر